مرحبا شباب صبايا صف الثامن هلا سنعود لـ Application 2 طبعا نحن بعدنا درس Frational Fraction Application 2 بتقول Simplify each of the following the rational fraction في ملاحظة هند هون Don't forget to write the domain of definition طبعا الـ domain بتكون مرافع لشغله هنبدأ بأول وحدة X2 plus X على X2 minus 4 القاعدة الاولى اللي اتعلمناها انه نعمل فاكتوريز النميراتر والدنوميناتر بالبداية فX2 plus 2X في X common factor بيخدها لبرة بيبقى من الاولى X ومن الثانى بيبقى 2 تحت الدنوميناتر عبارة عن A power 2 يعني A power 2 minus B power 2 بنحن على تالت رمارك بالإدنتيتي اللي هي A minus B A plus B يعني X minus 2 X plus 2 بوقت هلا بنتقل للـ domain of definition قبل ما اعمل simplify قبل ما اختي خطوة simplify بدي اعمل الـ domain لانه هلا ما في كفة بقلب الـ fraction غير ما نكون ضامن انه الـ denominator ممنع يكون 0 اوكي؟ لانه بسبب مشاكل اذا كان الـ denominator 0 فاللي هنعمل هو هلا هنحط الـ denominator X minus 2 times X plus 2 different 0 هيدا بالشي بديل انه X minus 2 different 0 and مش or مثل حال في الـ equation عند الترم الثاني X plus 2 different 0 بنقوله minus 1 ثاني مال وتصير 2 بنقوله minus 1 ثاني مال وتصير minus 2 معناته الـ X هو نوع تاخد 2 ما نوع تاخد الـ minus 2 لانه اذا حطينا 2 minus 2 محل الـ X بتصير يصفر الـ denominator وساعة الـ fraction مش بيصير الـ هاك ما نكون عملنا الـ domain هلا برجع الـ simplify من بعد ما خلصت الـ domain هلا simplify هوني X plus 2 بطيرة مع X plus 2 بيبقى فوق X على X minus 2 هدا كان بالنسبة لأول وحدة الثاني الثاني في عنكن X2 plus X على X2 plus 2 X plus 1 كمان مثل ما ذكرنا سابقا اول شي سابق منه نعمل هو فوق نعمل Factorize ونأخذ X ومن Factor بيبقى من الأولى X وبيبقى من الثاني 1 إذا أخذنا X لبرة اللي تعطي عبارة عن A power 2 plus 2AB plus B power 2 الـ A X هو B 1 هي عبارة عن First Remarkable Identity اللي هي X plus 1 power 4 تصير بوقف هلا بنتقل للـ domain فإذا مجرد لأني اخلص Factorize الثاني هنا X plus 1 power 2 different 0 يعني معناته اللي تحت power 2 different 0 X plus 1 different 0 يعني بنقول 1 لتنمال X different minus 1 هلا صار فيه اعمل simplify يبقى من X plus 1 وتحت عندي X plus 1 power 2 يعني X plus 1 times X plus 1 يبقى منه الوحدة يعني كأني امت power 2 فبتبقى عبارة عن X على X plus 1 هذا بيكون الجهوب ان هي لقى simplify 3 3 عام لكم كم من نفس الشي الـ step الاولى هي ما نعمل Factorize هنا انا نفصل لكم شوي بالFactorization 4Y2 بتنكتب 2Y كله power 2 minus 20Y بيكتبها 2 times 2Y times 5 25 بيكتبها 5 power 2 وتحت 4Y2 square هي 2Y square و minus 25 هي minus 5 power 2 هاي اللي فوق صارت تشبه Secondary Markable Identity اللي هي عبارة عن A power 2 minus 2AB plus B power 2 الـ A 2Y والبي 5 فإذا بتنكتب عبارة عن A minus B A power 2 اللي تحت هي عبارة عن A power 2 minus B power 2 يعني هي A minus B A plus B كلهن على الـ Remarkable Identity هون مشكلة على أهمية درس الـ Remarkable Identity خلصت Factorize بوقف بنتقل للDomain دائم بس خلص Factorize domain 2Y minus 5 times 2Y plus 5 different 0 يعني 2Y minus 5 different 0 and ترم الثاني 2Y plus 5 different 0 بنقول الـ minus 5 بعد الـ equal تصير 5 وبقص المع 2 هنا وبقص المع 2 هنا وبقص المع 2 هنا بطلع Y different 5 خلص الثانية بنقول الـ 5 إلى ثانية ماد بسير minus 5 رجع كمان بقص المع 2 فإذا y different minus 5 over 2 هلأ أصار فيه أعمل شوه Simplify رأيت هنا 2Y minus 5 وتحت 2Y minus 5 في هاته اثنين بقيم الـ Power 2 والبيم هاي بيبقى فوق من هاي بيبقى 2Y minus 5 واحدة او تحت هذا بتبقى مين لحالة y plus y فهيك بنكون الثلاثة خلصت الرابعة عندكم x2 minus 2x بعملها Factorize عبارة عن x times x minus 2 وتحت x common factor بصير x times x2 minus 4 طيب بطلاحظوا هون انه Factorize الثارة بالدينوميناتر مخلص بعد بناعمله فاللي بعمله بنقول النوميناتر مثل ما هو اللي تحت x بتنتقل مثل ما هي هاي عبارة عن first remaster دلو مارك بأينا انت يا أخوان هي عبارة عن a power 2 minus 2 power 2 يعني بتنكتب a minus b a plus b خلصت Factorize هلا هلا بنتقل ديغلي للدومين الDenominator different zero بحط different zero كل تارم فيه بدي يكون different zero x minus 2 x plus 2 هاي خالصة هون بنقول minus 2 لبعدد equal x different two هون بنقول plus 2 لبعدد equal minus 2 x different minus 2 خلص الدوائن هلا يعني x هونتحوه بالرقام هلا بعمل simple one أول شي بطير هالx مع هالx x minus 2 مع وراحوا كلهم اللي يفوق طبعا هني مراحوا هني بقي محلون واحد بقي 1 محلون وطحت بقي عندكم بس x plus 0 هذا بالنسبة لapplication 2 3 ل3 يا شباب وصوايا بنا نعمل multiply and simplify يعني stop الاولى multiplication والتانى simplification مثل ما بتعرفوا انتو اذا في عندي multiplication to fraction نضرب ال numerator مع بعض وال denominator 2 times 9 تطلع 18x 3x times 2 بطلع 6x بطلب اثنان ضرب ثلاثة plus 6x طيب بجي بمشوف اني قبل ما كفى شو بعمل denominator ضربت خلصت فيش هون شي اعمل فكتورايز هلا بعمل denominator different zero 6x different zero بقسم على ستة هون وبقسم على ستة تانى مال هي راحت مع هيا بتطلع x different zero يعني zero over 6 ثانى مدير هلا بعد بعملت الدومين هلا صار فيه اعمل simplify بشتوب ال x مع ال x بيبعد 18x106 بطلع هاي خلصت 2 التو عم بقلكم كما ننسي شي عم نضرب 2 fraction مع بعضهم ال step الاولى لاحظوا شو عملات فكتورايز لكل ترم الحال قبل ما اعجقهم اضربهم مع بعضهم هاي a square minus b square يعني هي عبارة عن سرر مركب identity a minus b a plus b x وال b هي 5 لانه هي 5 power 2 وبتحت كمان نفس الشي a power 2 minus b power 2 x2 minus 4 power 2 هي عبارة عن a minus b a plus b times كمان هاي بعملها فكتورايز بياخد ال x common factor بيبقى عندي من الاولى x و من الثاني minus 4 اللي تحت هون يفيتو والتاني هي 5 times 2 فإذا فيتو common factor حطيتها اخدت الى برا بقى من الاولى x و بقى من الثاني 5 خلصت الفكتورايز مشى هلا بضرب بقى اللي حنصير انحو اضرب هوا كل نون معه هلأ اني بس حطيت ال x اول شيء بس من ناحتي الترتيب برجعت نقلت هوا متل ما هنية مضربين بال x minus 4 و حطيت ال x برا هاي حطيت اول شيء وتحت كمان نفس الشيء بالنسبة للتو لما اضرب هوا معه حطت تو اول شيء بس من حيث الترتيب برجع بنقول هوا و مضربهم بهم لاحظتم و ضربتم بس كلهم ببعض هلا بوقف هون رازع انا مكفي دغري بس انا كين عامل هاي step قبل اللي هي شو دومين فإذا دومين قبل ماذا؟ قبل ما تعمل simplify حفاظه تعمل domain فحطت ال denominator different zero هون طبعا التوع كد منها 0 different zero وشيء واضح x minus 4 different zero and x plus 4 different zero and x plus 5 different zero عندي ثلاث اتام نكونوا مختلفين عن 0 بنقول ال minus 4 اللي بعد ال equal بتصير 4 بنقول ال minus 4 بتصير minus 4 بنقول ال plus 5 بتصير minus 5 فإذا الاكس ما بنوع تاخد 4 ناقص 4 ناقص 5 لأن التلغيلة الفراكشن كلها من الاساس بصير ذي بصير شيء رياضيا مش محرف طيب هلأ بمجرد ما خلص الدومين هلأ بعمل simplify يعني هلأ برجع لهون هاي الخطوة قبل الدومين قبل هلأ بعمل simplify x minus 5 بتروحش معها x plus 5 x minus 4 من بقي عندي فوق بx x minus 5 تحت من بقي 2x plus 4 هاي خلص ماشى 3 3 كمان نفس الشيء اول step رح نعمله حنعمل factorize قبل من ضد كل term لحاله كل fraction بعملها factorize لحاله هاي ما بنعملش فيها شيء factorize بالمرة هما فيون شيء common ما فيش عمل على المرتب ولكن هم في plus مش minus هاي ما بنعملش هي هاي بنشغل فيها هاي عبارة عن a power 2 minus b power 2 a x و b 2 لانه الفور هي 2 power 2 فاذا هاي بتنكتب على شكل a minus b a plus b اللي تحت ال denominator التبعوله بنتقل ما هو خلصت هلأ factorize هلأ بضرب شوفوا لاحظوا ضربت x 2 plus 4 حطيتها بParent هي كلها مضروبة مضروبة بال denominator للفراكشن الثانية وتحت كمان نفس الشيء هاي مضروبة بهاي ضربت x minus 2 ضرب x plus 2 بوقف هون ما بكفة ديغري بذكر ال domain ال domain هلأ شو بيقل ال denominator different zero يعني x minus 2 different zero عند x plus 2 different zero بنقل ال minus 2 لبعد ال equal بتصير 2 بنقل هون plus 2 لبعد ال equal بتصير minus 2 هلأ بعد ما خلصت ال domain هلأ بنتقل بنقل هون عندي x plus 2 بتروح مع x plus 2 وx minus 2 بتروح مع x minus 2 بإمين باس x 2 plus 4 طيب هلأ نتقل application 4 الفور عم بيقلكون perform and simplify طيب هوني عنا division نحن معرفنا من قاعدة division اول شغلة بعملها بحول division ل multiplication كيف بتصير اول fraction اللي هي هوني مثلا over 1 ما بيقدم ولا بيأخر بحول هاي division ل multiplication وال fraction الثانية بقلبها بحط ال inverse يعني 1 over x بصير x over 1 طيب السابلي بعدها بضرب بضرب ال numerator مع بعض و ال denominator مع بعض طيب 4x ضرب x وطلع 4x واحد ضرب 1 بتضل 1 ما بتقدم ولا بداخل طيب بيجي بلاحظ هوني ان هناك denominator يعني ما في دومين اوكي ال denominator هوني واحد ما does not contain x ما في بقلبه x يعني ولا مرد ممكن تسافر اوكي فهون في جديد يحط domain لانه دومين 1 ما في اكس الأحرهيدي عبارة عن منومين طيب خلصت هون طبعا اكيد خلصت هون ما فيش اعمل شيء simplify حصلت على 4x2 خلصت اللي بعدها هاي كمان نسي الشيء اول شيء الفراكشن الاولى بخليها متل ما هي لاحظونا قلتها متل ما هي القسمة بحولها لضرب وهوني بقلب هاي الفراكشن فاذا متصير x2-1 على x-3 السابلي بعدها بعمل فاكتورايز لاني هوني دي غير عملت فاكتورايز وضربت مباشرة ففيكن تجازق ان شاءال ما عندي اشكال ففيكن تختصر السابس ما في مشكلة هاي عبارة عن a power 2-b power 2 التصعة هي 3 power 2 فاذا بتصير a-b a plus b فاذا هاي دي فاكتورايز لإلى هني هون ماشي وهاي كمان نفس الشيء a power 2-b power 2 لانه هون ال 1 هي كمان عبارة عن 1 power 2 فاذا بتصير a-b a plus b يعني x plus 1 times x minus 1 فاذا هاي صارت هون جزائت لإلون وهاي صارت هولي تحت كمان x2 plus x بعملها فكتورايز باخد x كومنت فاكتور بتصير x ضرب x plus 1 وبيبقى عندي x minus 3 من الى متل ما اوكي طيب هلا بعد ما جزائت كل شيء وضربتهم ببعضهم طيب هون صارت دور الدومين هولي فيه دومين لانه فيه الديناميناتر فاذا بنقول هيدا الديناميناتر بعد يكون different 0 فاذا اول شغله x different 0 x minus 1 different 0 x minus 3 different 0 x هيدي خالصة هون بنقول 1 بعد اللي بصير minus 1 هون بنقول منسري بصير 3 فاذا هود الارقام سفر بنقص 1 و3 ممنوع تاخدون الى منيجي هلا لا للsimplify هلا خلصنا الدومين هلا فيه اعمل simplify x minus 3 بتروح مع x minus 3 و x plus 1 بتروح مع x plus 1 هاتلا نشوف شو بيقفو بيقفو x plus 3 times x minus 1 و بيقى تحت عندي بس x فبيكون خلاص هاي simplification الايلة يعطيكم 1000 فعال شباب سوال